دشنا بمديرية التواهي بمحافظة عدن أعمال برنامج تأهيل حديقة فيكتوريا وأعمال التصفية الشاملة لخزانات مضخة مياه صرف الصحيف التواهي ويشمل برنامج تأهيل أعمال صيانة عامة لخطوط شبكة الكهرباء الخاصة بالحديقة وإعادة ترميم الألعاب والسبدال المتهالكة بغيرها وتأهيل الحمامات مع توفير ما يتطلب من احتياج لها وفي التلشين يستمع مدير مديرية التواهي كتبي عمر كتبي إلى شرح مفصل حول الأعمال التي سيشملها البرنامج مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمديرية على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع الذي سيسهم في عودة الصورة الجمالية والحضارية للمديرية وفي سياق آخر تم تدشين العمل في مشروع التصفية الشاملة لخزانات مضخة مياه الصرف الصحيف المديرية بإجراف المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي بعدا والسلطة المحلية